النهاردة ان شاء الله هعمل لكو كراءة بالطروف وهنشوف ايه اللي بيحصل معاية تحياتك وهنشوف كمان طاقة العمل والشيخ ومش هننسى طبعا طاقة الشريك وكل حاجة في طاقة هنشوف ودي حبايبي طاقة مفتوح تقدروا تسمعوها في اي وقت ويالا نقول بسم الله ونبتد برجي الاسد انا شايفة كده فتقتك فيها تغيير انت قلقان شوية من بعض الامور في الشغل عندك وكمان ممكن تكون قلقان بسبب شخصة عاطفي شريكك يعني انت حاسش ان هو شخص طفولي ومش واعي كده ولا عائل وكمان بيعمل معاك مشاكل كده وانت مش قادر تفهم هو عايز ايه بالزبط على العموم يا برجي الاسد انت عندك تخلص من طاقة القلق ديت وعندك كمان تفاهم وهيكون في حوار بينك وبين شريكك وهتكلم فيه بصراحة اكبر شايفة كمان للبعض منكم المنفصلين شايفة ان فيه اختلافات بينك وبين شريكك ممكن تكون كمان تتدخلات من الاسرة عنده او ان هو شخص ودني يعني بيسمع للناس اللي حواليه اكتر والناس اللي حواليه ديت متدخلين في علاقتكم سوا وده اللي مخليك واقف له واقفة جامدة جدا يا برجي الاسد وشايف كمان ان هو اذا مش ياخد معاك العلاقة بجدية اكبر من كده فانت مش هتبقى عايزه في حياته شايفة كمان ان انت عندك شغل كتير جدا الفترات اللي جاية وعندك استثمار كبير في شغلك بتبتدي ان انت تدخل في مشاريع كتير الفترات اللي جاية ديت وعندك حلم او هدف معين هيتحقق قريب اوز وكل حاجة انت بتحلم بيها هتتحقق على الارض الواقع شايفة كمان ان انت عندك اخبار كتير جيالك في رسائل كتير رايحة جاية بينك وبين اشخاص سواء في الشغل عندك او حتى اصدقاء ومعارف او حتى شريكك شايفة كمان ان انت عندك العين التالتة مفتوحة وعندك احساسك بيدلك على كل حاجة انت عايزها فانتبه كويس جدا للاشارات والرسائل اللي بتجيلك شايفة كمان ان انت عندك تغيير قوي جدا بس برضو انت عندك استهلاك كتير للماديات يعني زي ما فيه فلوس كتير داخلالك انت بتصرف اكتر وبتصرف على حاجات ملهاش لازمة حاول تقتصد شوية وحاول كمان تشيل فلوس لبكرة واشتري الحاجات اللي انت محتاجها بس يا برج الاسد شايفة كمان في الاسرة عندك خروج من مشاكل شايفة عندك تحقيق للامنيات وكمان في اسرتك هيكون فيه مشاركات كتير بينك وبينهم فافكار مختلفة بينك وبينهم وهتحس بالسعادة في الاسرة شايفة كمان يا برج الاسد انت بتساعد شخص معين بيطلب منك مساعدة ممكن تكون مساعدة في الماديات او بيطلب منك مساعدة في الشغل في مساعدة المهم انت هتقدمها لشخص عزيز عليك شايفة كمان عندكم خصوبة وعندكم اوقات حميمية حلوة الفترات اللي جاية دي والناس اللي بتستنى اطفال ان شاء الله الوقت ده حلو جدا ربنا هيرزقكم باخبار حلوة تسمعوها شايفة كمان يا برج الاسد انت فيه امور كتير بتبتدي تشوفها على حقيقتها وشايفة كمان ان ده وقت حلو جدا لاي حاجة انت بتفكر فيها هتبص تلاقي نفسك بتجذبها على ارض الواقع بتتحقق وفيه كمان مفاجأة حلوة في حد عملها لك الشخص دوت ممكن يكون اكبر منك في السن او فيه فرق سن بينك وبينه على العموم فيه اخبار جديدة هتبسطك وكمان عندك تغيير في مصار شغلك او مصار عملك او في حياتك كلها بشكل عيم هتبص تلاقي عندك تغيير كبير جدا في الطريقة حتى اللي انت بتمشي بها في امورك شايفة كمان ان انت محتاج تخف عصبية شوية وحاول تزبط اعصابك مش اي حاجة تنفعل وخلاص ويرائب افكارك كويس جدا يا برج الاسد شايفة للبعض منكم انت بتتعامل مع شخص مش ظهر لك بشكل واقعي يعني دايما لبس عليك مصك او بيعملك بطريقة بيحاول يقلل منك على العموم يا برج الاسد انت عندك ثقة بالنفس عالية جدا وبتبتدي تواجه اي شخص مش عاجبك او بيحاول حتى يقلل منك انت عندك قرامتك خطة احمر شايفة كمان ان انت بتساعد اشخاص كبيرة في السن الفترات اللي جاية وعندك مساعدة حلوة جدا مادية سواء انت اللي بتساعدها او هي اللي جاية لك شايفة كمان ان انت بتتخلص من مشاكل وعقبات كتيرة كانت وقفة عندك وعندك تغيير وقرارات انت بتاخدها بتحسن بها امور كتير في حياتك وعندك كمان يا برج الاسد خروج من حالة قلق زي ما قلتلك انت مش حابب حد يسيطر عليك وده اللي مخليك عندك الشجاعة والاوة على مواجهة اي حد ما تنسوش تقولولي رأيكو في التعليقات وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة باي باي